السلام عليكم تعالوا حبايب قلبي مع بعضينا نعمل مع بعض طبق يرتب على قلبنا في الجو الحر زي ما انتو شايفين نستغل موسم المانجا مع بعض ونحاول نعمل طريقة بسيطة وسهلة زي ما تعودتم معايا معانا طبعا المانجا احنا زي ما انتو تعودين علينا انو احنا بنفرز المانجا في موسمها طلعنا حبة المانجا بتاعتنا من الفريز وحطناها عشان نعصرها وجبنا عليها كيس كريم شنطير وحطنا اربع معالي الكاستر الكاستر طبعا نعلب من السوبر ماركت ونبدأ نضرب بالكاستر مع الكريم مع المانجا نضربهم مع بعضيهم لحد ما يتجانس معانا الخليط ويصير معانا خليط اتقيل متجانس لو حسيتي انت في المضرب وانت بتشتغلي فيه انو الخليط مش قادرة لما كانت تعمل معاك حطي لها حبة لبن بسيطة ما تهتميش تمشي معاك زي الحلاء وزي ما انتو شايفة هنا طبعا خلصنا الخليط والخليط تبعنا متجانس وحلو وتقيل ومشاء الله نحطه في التلاجة نبدأ بعمل البسكوت معانا البسكوت الماري اي نوع بسكوت عندك بسكوت للشاي بنجيب حبة لبن بنحط البسكوت تأدوبها بتوصل اللبن بس عشان تبدأ تطعم معانا واتطريها حبة صغيرة ونصفها في قلب البايريكس في قلب الصينية على حسب الموجود عندك بنصف كمية البسكوت تبعتنا كلها لحد ما تخلص معانا طبعا هنا انت براغبتك حابة تعملي طبقة يعني طبقة بسكوت وطبقة من المانجا المضروبة مع الكريمشان تي مع الكاستر اوكي اعمل اللي برايحك حابة تعمليها طبقة واحدة برضو اللي برايحك طبعا احنا هنا حطينا حوالي باكو ونصف بسكوت الماري حطناها في اللبن يعني ما خلناهوش يبوش بس شرب حبة اللبن ونصفطناه في البايريكس زي ما انت شايفها وكانت معانا المانجا الطبيعية الطازة احنا مقطعينها صغير وحطناها فوق البسكوت ونبدأ نجيب الخليط بتاعنا من التلاجة وحطناها فوق المانجا والبسكوت طبعا زي ما قلتلك انت حابة تعملي طبقات فيك انك تحط طبقة الخليط هده بعدين تحط طبقة البسكوت بالمانجا تاني وترجع تاني تحط طبقة الخليط طبعا انا هنا استكفعت في طبقة واحدة زي ما انت شايفها وحطينا طبقة البسكويت غطينا فيها وحطينا حبة المانجا عليهم ونبدأ ان نغطي الطبقة الاخيرة معنا خليكي معنا وامتبعنا ونشوف الطبقة الاخيرة عبارة عن ايش ده بنكون خلصنا الطبق بس ننتظر نعمل الطبقة الاخيرة اللي هي مجرد انك تكوني حاجة بتلمع على الوجه بنجيب معنا باكو جل مانجا بنحط الباكو الجل المانجا وبنبدأ ندوب بالمية سخنة زي ما انت شايفها قدامك دوبنا الباكو الجل المانجا وعشان نحطه على وجه المانجا المقطع بهيك بتديله لمعة وفي نفس الوقت بمسك الطبقة الفؤانية لما تيجي التلجي هتطلع معاك طبقة الجل مع طبقة المانجا المقطع مع طبقة الكريمة مع طبقة البسكويت حاجة خرافية طعمها طيب جدا جدا مثلجة بترتب على قلبك في الجو الحر وبسيطة وسهلة ما بتاخدش معاك وقت طويل ولا مكونات كتير وزي ما انت شايفانا كده بنكون خلصنا مع بعض الطبق فيك انك تحطيه بالفريز بس انا بنصح انه احنا نغطي طبقنا عشان المانجا ما تطعم في التلاجة او تاخد طعم من التلاجة في الوقت هذا انا بحبيت اوريكي الطبقات تبعتنا بعد ما طلعناها من الفريز انا الولاد ما قدروش يستحملوا كنت انا حطالهم صحة وعافية على قلبهم بوريكي طبقة البسكويت بالمانجا ما شاء الله طيبة ومتماسكة ولزيزة في نفس الوقت بترتب على قلبك وبكده بكون قدمتلك حاجة بسيطة سهلة فيك انك تقوم تجار بيها ما تضيعيش موسم المانجا عليكي واستغليه ونحاول انفرز المانجا قبل ما تخلص من السوق ان شاء الله اكون قدمتلكو حاجة خفيفة وبستهل منك اللايك ويعطيكو الف عافية شكرا